بعد الهدوء الحذر الذي باتت تشهده محاور القتال غرب سيرت تنطلق حوارات سياسية ومباحثات برعاية المملكة المغربية في العاصمة الرباط يأتي ذلك في جلسات منفصلة تارة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وأخرى مع ما يسمى برئيس مجلس نوى بتبرق عاقل صالح لحل الأزمة الليبية المرجعية الأساسية هي العودة إلى اتفاق الصخيرات بما لا يتوافق مع المرحلة الحالية لأنه هو الحل الوحيد في ليبيا والاتفاقية التي لا تتعارض مع هذا الاتفاق مقبولة هذا ما جاء على لسان المشري موضحا أنهم مستعدون للتعامل مع كل الأطراف المنبثقة عن الاتفاق باستثناء مجرم الحرب حفتر أما عن عقيل صالح فقد طلب من المغرب دعمها لمبادرته التي تفضي بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة تتولى شؤون البلاد لفترة مؤقتة إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية وصياغة دستور ولكن المغرب رأت أن تزايد المبادرات يعد عرقلة لسير العملية السياسية فهل ستشهد المرحلة المقبلة تغيرا في المشهد السياسي وهل سنرى انتخابات رئاسية قريبة ليقرر الشعب الليبي مصيره بعيدا عن التدخلات الخارجية